اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال هذه القناة جميع المشاهدين ومشاهدات عبر الكرة الارضية شكرا لكم أولا كانت ردود أفعال كثيرة جدا ومنها اتصالات هاتفية ومراصلات مباشرة من داخل المغرب ومن الخليج ومن داخل أوروبا وهذا الحمد لله يدل على نوع من المتابعة والتجاوب بالإضافة إلى ما نشرته إسبريس وكانت هناك كذلك ردود أفعال مؤيدة ومعارضة ومنتقدة وهذا يدل على الثراء أنا حينما تكلموش معناه أن أي واحد سمع لي غد يقول لي ما شاء الله أحسنت بالعكس مادم أن هناك الانتقاد معنى أن هناك متابعة وهناك ثراء هناك عطاء وحنا نرحب بالنقد البناء اللي هو ما مزيان شيء هو النقد الجارح النقد الجارح ما كيقوموش بها ناس عقلاء يعني الجارح الجارح يعني كيكون واحد مثلا كيسبه آخر ولا مثلا يتكلم في شخصيته في عواضي انتقد فكرة كي يتكلم على الإنسان نفسه الإنسان باشار خلق الله عز وجل طويل ولا قصير ولا مزيان ولا هذا دونك إلى نقص الأفكار اللي قلتين بالعكس الأفكار هي أصلا هي محل النقاش إذا كان الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا خلق المخلوقات كلها وعطى المجال لإبليس اللي عصى الله وما بغاش يطيع أمر الله وعطى له المجال يحاور ويناقش ويدفع على رأسه يعني بالنسبة يعني الديموقراطية أكثر من هاته السيرة يعني إلا كان شيء مرونة في التعامل رفل أصح ستكون هكذا أما إذا كان لغة نقول ناقص الناس اللي يسمعوا لي يقولوا لي كل شيء مزيان معناها هذا الناديك سعى ديكتاتوري ومعناها أنني معصوم ومعناها لا وحنا النيادينا فضل الشيخ يعني مش نسبوا الشيعة ولا نكفروا الشيعة ولا السنة أنا ما تعرضت أصلا لأهل التشييو ما تعرضت لهم لا بيسبين ولا بيمدحين ولا بيجعل يعني تكلمت على الأمور اللي هي موجودة وعلى جزء منها وإلا هذا الموضوع هذا إذا أردنا التفصيل فيه كين ما يتقل كثير أنا تصلوا بيا فضل الشيخ تحنا وبيو بالإداءة بجموعات دي الناس كيقولوا لي وعليش مثلا ما تديرش برنامج يجي واحد الشيخ شيعي ومعسي تشكاني ونقصو مثلا شو رأيكم ما عندنا مانع في الموضوع إذا كان هناك أدبيات ديال الحوار والاحترام وإعطاء الفرصة لكل واحد يتكلم ويقول ما عنده واتطرح فكرة بفكرة يعني لأن المشكل ديال الحوار المباشير شنو كيوقع فيه كتبدا في واحد فكرة الواحد لما كيشعب رأس وأنه في حلي تزير كينتقل فكرة أخرى قبل ما نصفيه هذه فهناك أدبيات خاصة الحوار وهناك أخلاقيات إذا التزمنا بها ما كيحتمان يعني واحدة احنا كنتحورو مع الناس الذين لا يقولون لا إله إلا الله فكيف مع الناس الذين لا يقولون لا إلي الله وحضر رسول الله بالعكس نعم هير وستوى يمكن نقص بأنه رأى على خطاء أو اللخص تدير كما أنا هذا كوالي كيوقع المشكل هو إما يلا جينات نقص نتحاول تقول فكرة ديالي ونقص فكرة ديالي ونزيد القدام في السلمين وأمام لا الحوار كم لهم المشكل الحوار أنا كنقول ذلك الشي اللي مقتنع به وكندفع عليه وكنحاول اللي كيحاورني نقنعه بالأدلة ديالي مش نضغط عليه لا يعني أنا خصني يكون عندي الأدلة بغي نقناع هذا اللي هو كيخالفني هو كذلك كيبقى الدليل هو اللي كيوصل للعمق هو اللي كيوصل للقلب هو اللي كيوصل للعقل موشي الضغط ولا مثلا الفنطجية ولا لا هذه مزينا رأي تبطي الحلقة اللي غد نخصها اليوم الانتخابات والديمقراطية والاختلاف اللي كان في الأفكار وفي الرؤى أو في الإديولوجية السياسية داخل المجتمع إنما رأي ما كنش غير الدين ده ما كان الانتخابات هذه السياسة هذا الشتراكي هذا اللي بيرالي هذا الديمقراطي مسيحي هذا من الحزب الخضر تبارك الله والعرب والمسلمين والمغربة تبارك الله هم دخلوا في هذا الشي يعني من كل ألوان هو إذا سمحت لي هو هذا الاختلاف والتنوع هذه سنة كونية وإرادة ربانية وحتى واحد ممكن يوقف هذه الإرادة الربانية وهذه السنة الكونية ربي قال في القرآن الكريم وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَاللَّهَ تَعَلَيْهِ قُلْ لِلنَّبِيَ الْنَّبِيَ الْكَارِيمِ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له في القرآن الكريم في القرآن الكريم يقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وش أنت تبغي تحمل الناس على الإيمان بالدرع معناها أنك أنت عرض الدعوة ديالك وبلغها وذيك سعفة مش هافة ليؤمن ومش هافة ليكفور ومسؤولية ديال عند الله عز وجل ولاش عندنا ما يسمى هات الشي مزيان لك أتقول ولكن علاش عندنا ما يسمى بالتكفيريين مثلا إلا أنت بسمعه وإلا كشفك غلط يقول أنت كفير لا قضية دا بشوف أهل العلم اللي هم عندهم الرصوق في العلم الراس يكون في العلم وهو من اللي يكون عندهم عمق الفهم العميق للدين ما كيتسرعوش أولا باش يصدروا الأحكام كان الإمام أحمد هو إمام أهل السنة في زمانه يوقف موقف مشرف أمام السلطان أنا ذاك وخذا فعلا هذا اللقب أنه إمام أهل السنة يقول نخطى في آلف واحد نقول عليها مسلمين وهم ليسوا بمسلمين آهوا من أنني نخطف واحد نقول فيه كافر هو موشي كافر لأن هذه القضية ديال يعني مجرد الإنسان يختلف معاك ولا ربما يقول شي فكرة ربما أنت مستعرش الفكرة دياله هم أنه عنده فكرة ديك الفكرة فعلا هي فكرة كافرة ذيك الكلمة فيها كفر فهنا قلنا إبليس إبليس اللي هو عارف أن الله خلقه والله هو اللي خلق آدم ومع ذلك أعطاه الفرصة قال له علش ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي أستكبرت أم كنت من العالم علاش وربي عالم علام الغيوب محتاج قايا سكسيه وغضيهم القيامة الله تعالى يرى أعمالنا ويسمعوا كلامنا وذيك شي اللي كان عمله كله كي يكتبه الملائكة وكل شي ديك كل واحد غد يقبل الصحيفة دياله ولكن مع ذلك غضيهم القيامة ربك يعطي الفرصة للإنسان يجادل عن نفسه يوم تأتي كل نفسين تجادل عن نفسها تدافع على رأسك تدافع على رأسك سبحان الله حتى تلقطيع حجة ما بقى عنده حجة هادي أمام الله سبحانه وتعالى وعارفين كل شو شنو درتوني اللي هو خالق وعلام المنون يقولك دافع على رأسك هدر جي مشكلة احنا دابا ما يالله بسم الله يقولك سكتبه ما تفهمش دابا العدالة لبعض المرات في المحاكم وذيك شي لابد يكون المحامي يتكلم عليك إلا بغيت أنت تتكلم يسكتك القاضي الله تعالى يعطي الفرصة للإنسان يدافع عن نفسه ما ربطه هذا الشي بالانتخابات فضل يقولك دابا هنا في أوروبا سبحان الله يقولك بأنما هذه الانتخابات حرام والمشرع هو الله سبحانه وتعالى وما دونه فهو يعني غيره أهل لذلك إذن ليدخل الانتخابات فهو داخل على شي حاجة شرك بالله هو المشكل هو الخلط في المفاهيم إذا كان إنسان مقيم هنا في أوروبا وعنده جنسية أوروبية فكيف هذا الإنسان اللي استساغ أنه تكون عنده جنسية أوروبية اللي هي الأصل وكيف يبدأ ينقش في الفرع اللي هو المشاركة في الانتخابات أنت الآن مشارك في الجنسية مشارك في المواطنة وعندك الحقوق اللي كتأخذها من هذا الوطن وعندك الأمور ديالك القانونية الأمور ديالك القانونية كلها مكفولة ومضمونة يعني أنت من ظهر لك غيذك الجانب ديال ذيك الوريقة اللي غادي ترميها في الصندوق هذه اللي ظهر لك فيها أنها أحرام وأنها كذا هذا الإشكال هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أن قضية تشريع بمعنى تشريع للعبادة هذا خاص بالله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا لكن تشريع بمعنى التقنين في القضايا الاجتماعية في القضايا العادة في الأحكام العادية العرفية هذه أمور داخلة تدخل فيها الاجتهادات يعني مثلا واشهد المجلس غادي شرع يقول لك عبد الصنام الفلاني ولا عبد الحجر الفلاني ولا الشجر الفلاني أنت عندك دينك إذا بغي تلتزم به رك تلتزم به القضية الآن ديال المشاركة ما عنداش علاقة بقضية العبادة المشاركة هذه دخلة في المصالح المرسلة واليوم أنا كنت عندي خطبة خاصة في هذا الموضوع هذا ديال المشاركة في الانتخابات يعني يعني المشري عدب في الحياة العامة أنا مشاركة كيفاش نديرو نعيشو جميع كيفاش نديرو نخلصو الشماج كيفاش نديرو نخدمو الناس كيفاش نديرو يعني الأمور تتعلق بالمعاملات الأمور العادية الأمور كتتعلق احنا عندنا شوف الجانب ديال العبادة هذا لا دخل للرأي فيه ما يمكنش استعمال إذن هذي مزايدات بالنسبة لك مطارف بعض الناس وصفها هو أقليارة مش شامش هذا هو المشكل هي أقليارة ولكن عندها قوة التأثير عن الناس لي ما عارفينش عن الناس لي ما كعارفوش لأن القضية ديالتأثير لما كيجي للقضية الكفر والإيمان أخر كيخاف إزلاق يقع في الكفر مثلا لما تقول له هذا الكلام يقول لك ديب حلال ديب حرام مشكلة العلماء الكبار اللي كانوا كيخافوا الله ما كيتسرعوش يقولوا حرام كانوا إذا كانوا ولا بدك يقولوا أكرهوا هذا أحبوا هذا هاتشي أنا كان أبغيه هذا ما أنا أبغيش على الأقل هذه النس هذو القضية عملوها أنه على الأقل اختلاف الآرة اختلاف الاقتناع أنت مقتنع بوحد الحاجة أنا مقتنع بحاجة أخرى في ذلك قضية المشاركة لا علاقة لها بالعبادة لا علاقة لها بالتدين وإنما هي لها العلاقة بماذا بالعلاقة العامة وبالعرف وبالعادة والقضية العادة والعرف في الأصل ديالها أنها مباحة والمشاركة هي من المصالح المرسلة ما معنى مصالح مرسلة يعني إذا كانت هناك مصالح يمكن أن تتحقق ومفاسد يمكن أن تدرأ يعني باش ندفعوا المفاسد ونحقوا شيء مصلاحة وندفعوا شيء مضراء فهنا إذن إذن ترجحت القضية ديالي المصلاحة أخص نمشيوا للمصلاحة ما يؤدي لتلك المصلاحة يعتبروا مصلاحة إذن هذا الشي فيه خير الأمة بحسب لوحية المشاركة ده بل ما قلت له إحنا مثلا كيمزاف ديال الناس اللي هما مغاربة وعرب ومسلمين مجلسيات أخرى وعجم يعني مثلا دخلوا للانتخابات وحتهم ما ترشعوا المشكلة الكثير مننا حل واحد هذو الأوروبيون كيعرفوا يعوموا كيدخلوا للبحار الأعماق للبحار إحنا ديالنا في الغالب كيلعبوا غيم على الموجة ويبقوا يضربوا بعضهم بالرمل يعني يالي يضربوا يضربوا بعضهم بغيم بالماء كما كيعرفوا كيعوموا الداخل كيعوموا على الجرب وعاد يضربوا بعضهم فالمشكل أن هذا التوجه ديال المسلمين اللي موجودين هنا عربا وعجما أنهم خصوهم يقدموا الأصلح ويقدموا صاحب الكفاءة ويدعموه وما فيها بس أنهم يكونوا في عدة أحزاب ولكن يدعموا الناس اللي عندهم قدرة يحمروا لوجه بحيث لما يقلسوا المناقشة يكون عندهم يقول أنت في نظرك يعني من هب وادب كيتقدم الانتخابات لا أنا ما لا ما حدي مشكل وارك لمحت سوية لا لمحت يعني أقول يعني شوف كي نخور مثلا أنا إمام الآن في المسجد أنا إمام في المسجد لكن إذا جاشي واحد أنت محايد داباياك لا محايد غس معني أنا إمام في المسجد إذا جاشي واحد عالم وعنده العلم حسن مني نقدمه مثلا مش معناه أنني أنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة حتى أنا أعرف نقرأ مثلا نكتب ما كان داعيش العلم ولكن إذا جاشي واحد عالم نقدمه مثلا هذا يعني قد يكون المشاركون اللي هم الآن كي يشاركوا في الانتخابات عندهم نصيب وعندهم أشي بركة الثقافة ولكن كيمكن يكون هناك تفاوت كاي اللي كي يقول لك بض النصر واش كين هناك تفاوت ولا لماذا لا لا كين تفاوت كين عنده كفاءة إذن يقنع المحاور طيب ده با اللي تقدموا تقدموا قد أهلا تماني يام والعشر يام الله ينجح لي فيهم الخير الله ينجح لي ولكن انت يعني أنا ضمنين على حسب ما فهمت كتقول الناس يعني باش نشوف السيق ديالك يصوتوا على واحد اللي يشوفوه كف وفيه كفاءة هو تصويت أمانة لأنك تعطي لما كتعطي الصوت ديالك شي وحد معناه أنك انت كتشوف أن هذاك الواحد كترجى فيه الخير إذا منفع ما يضر إذن هذيك أمانة فسو ما يكونش هناك محسوبية ولا شا اعتبارات أخرى إذن واش هذا يستاهل تعطي الصوت ديالك ولا لا سواء كان هنا ولا في البلاد نفس الشي إذا يستاهل ويستحق وهو أهل لذيك المنصيب تعطيه الصوت ديالك وذيك السعوة كيتحمل مسؤولية دياله وذيك التقل اللي عملت فيه ولكن لا أعطيت الصوت ديالك لشي واحد اللي هو ما هوش يمأهل يكون في ذيك المنصيب معناه أنك أنت تسببت هاد شي هاد شي يقتضي يا فضيل الشيخ من الناس اللي غادي يصوتوا طبعا احنا كنتكلمون موحل الجالية معينة أنهم يبحثوا ويقرأوا ويطلعوا على المشاريع طبعا نسعوا وتكلمك عمش يقرأ كان لي غير متباكي يقولك هذا اسميته محمدي ونصوت عليه هو هذا عربي ديالنا هذا مغربي ديالنا هذا التونسي ديالنا كيف يفكر هكذا أنا نقول لك ربما شي مرة ذكرت في هذا الموضوع أنا قلت العبرة مشي بالأسماء عربية ولا بعرقيات عربية أو بأن هذا مسلم وهذا مشي مسلم اللي هو عنده كفاءة ويقدر يأثر في الخير يقدر ينفع ويقلل من الشر فاحنا الآن مثلا هنا بلجيكا لو بغير نتكلمه بلجيكا عندنا تيارات يعني تيارات يعني أحزاب ومؤسسات وكذا وإلى خيره كين تيارات عنصرية ضد الأجانب وضد المتدينين وكين تيارات مثلا أو أحزاب كي يطالبوا الآن بإبعاد تدريس التربية الدينية مطلقا لا دي الإسلام ولا دي غيره في المدارس الرسمية مثلا حنا بالنسبة لنا خصنا نختاروا التيارات اللي هي شوية أنها كتعتبر الوجود ديال المسلمين هنا مواطنين يعني كذلك بالنسبة للمتدينين المسلمين مثلا يعني كتشوف لأن المجتمع البلجيكي ما بقاش مجتمع عنده وحد الوجه واحد ولا عنده صبغة وحدة المجتمع متعدد متنوع فيه المسلمون فيه المسيحيون فيه اليهود وكأنكم تقولون الناس اللي يستمعون ويتفرجوا فينا أنهم يصوتوا عن ناس اللي غد يدفع المصالح ديالهم يشبون في نسلحتهم يدفعوا اللي يدفع على المصالح دي المواطنين جميعا ومن بين المواطنين مسلمون إذا من حق المواطنة عندهم الحق هذا المواطني المسلمين يتمتعوا بالحرية ديالهم وفتديون طيب يقدر يصوت على واحد غير مسلم نعم مادم أنه يرجى خيره ويقدر يأثر ويقدر ينفع ويدفع الشر ويقل الشر تصوت عليه لما عنداش العبرة ما غدش يمشي لتما هو غد يطبق علي مثلا القرآن ولي يطبق علي صح البخاري ولي يطبق علي كذا غادي يمشي لتما واش عنده قدرة يقدم المصلحة ويتكلم على المشاكيل ديالي ولي يزيد يغرقني يعني يعني مثلا الآن وغادي يركب في الطيارة ويركب في الطيارة خسي يقود الطيارة خسي يكون مسلم واش هذا يقود لأنه مسلم خسي يكون كعرف يقود الطيارة باش ما يدخل في شي جبل تركب مع واحد في السيارة طنوبيل يكون يكون كعرف يصنق عنده البيرمي وصحي ماخداش كبير شواء باش يمكن لأنك تعطي له الثقة ديالك يعني كتعمل فيه الآمان يعني كتسلم له مصالحك أنه هو معناه هذيك المصالح ديالك غدير عها المصالح ديالك مش فقط الشخصية المصالح ديالك العامة اللي هي داخل المواطنة هذه الحقيقة وإذلك القضية ديالوطان أنه باش نقول إحنا المصلحة اللي غدينحرص عليها أنا عندي بالنسبة اللي غدين دفع المصلحة المواطنين جميعا اللي سكنين في هذا البلاد لأننا جميعا كأننا في سفينة وحدة ولا كأننا في بص واحد ولا كأننا في مركبة وحدة نحفظ عليها توصل بالسلامة طيب كاللي يا فادل الشيخ يقول لك إحنا يدبك خاصة في بلجيكا ووضع استثناء في أوروبا وفي بروكسل بسفة خاصة يقول لك جالية عربية ومسلمة مهمة أجي نديرو حزب إسلامي ولا مسلم ونديرو في غير المسلمين ونجيبو الأصوات ديال المسلمين صوتوا لنا ونقول إحنا حزب فردنا رأسنا أولا قضية الحزب الإسلامي إشكالية قيمحة في البلدان الإسلامية تأسس حزب باسم الإسلام مع ساعت السنطة في دولة مرجعيتها غربية عند الفكر فصل الدين عن الحياة فصل الدين عن السياسة والجنطة بغي تدخلهم الدين في السياسة بالدرع هذا بداية ديال الصيدان هذه بداية مزيدات بالنسبة لك هذه قضية ما قضية قضية لا تأسس دين إسلامي ما قضية دين إسلامي نحن بنسبة لنا قضية الحزب أو قضية أسس حزب نحن الحزب المناسب الذي يدافع المصالح العامة المشتركة في القضايا المشتركة الجامع الجامع ما عنده علاقة ما قد يشينا نبغي الحزب بشي يوري لي الصلاة ولا يوري لي كيف نحج ولكي نصوم كنتم كان شي ناس يستغلوا هذا الجانب الحز العاطفة الدينية اللي موجودة يعني كاينة الجالية العربية المسلمة هنا ويديروا شي حزب ويعطوا له تسمية إسلامية وكي يقولون ما إحنا مسلمين إحنا يعدنا مرجعية إسلامية صوتوا علينا صوتوا لحزب الأخرى هذه مزايدة لأن الواقع الواقع غير هذا تماما الواقع غير هذا يعني على أي أساس غادي تبنى أولا تأسيس الحزب مش من القانون الوضعي مش من الدستور اللي وضعوه الناس كيف تقول المرجعية إسلامية وانت الرخصة اللي اخذتها باش تكون حزب ولا باش تفتح جمعية احنا عندنا جمعية طرابطة الأيمة الاستناد اللي استندنا موش يستندنا للدستور للبلاد والقانون ديال البلاد اللي وضعوه الناس ما عنده علاقة قضية مرجعية دينية هذه مرجعية مدنية ما عنده علاقة بقضية الدين انت واحد ما يزيد بهذا شي وانا اللي بغيت نأكد عليه فهذا القضية ديال هالتنوع وهذا العرب والمسلمين على وجه الخصوص ياليت انهم يوصلوا الواحد المستوى انهم يدبغوا فعلا يأثروا يحقوا المصالح ديالهم يوصلوا الواحد لمستوى انهم يكونوا كتلة يتكتلوا تكتلات ويتفوضوا مع الأحزاب اللي هي موجودة في الساحة ولم يتفوضوا معها على مصالح معينة مشتركة يقولوا مثلا احنا قدرون ضمنكم قدمن صوت شنو قد يمكن تحقه لنا احنا المطالب ديالنا كذا وكذا 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 إذا استطعنا نحقه من المطالب ديالنا عندنا عشر المطالب مثلا وليت من هذا المطالب واستطعنا نحقه ثلاثة هربعات المطالب من خلال المفاوضات على التصويت هذا كيكون فعلا خدمنا المصلحة أما ätter يتفرقني وتقول له هذا يعمل حزب وهذا يعمل حس ديالي وبحده وهذا المشكل اللي موجود الان المسلمين كثير واللي مجنسين كثير ولكن لمجد القضية ديالت صويت الاصوات ديالهم كتضيع لاش كتضيع لان عدد كبير اللي كيفرقوا الاصوات ديالهم وعدد المرشحين كثير يليت انهم يحاولوا ما امكان يكونوا موجودين في كل احزاب ولكن في نفس الوقت يختاروا الكفاءات ويدعموا ذيك الكفاءات وحنا ما كرهناش انه يكون هناك عندنا وجود في الاحزاب المهمة المؤثرة ونحن كما اننا نحب كنبغيو المسلمين المعتدلين احنا باغين المسلمين يمشوا مع السياسيين المعتدلين السياسيين اللي ما فيهمش تطرف السياسيين اللي هما ما فيهمش عنف السياسيين اللي ما همش عنصريين احنا باغين الناس يأيدوا السياسيين المعتدلين لاننا نحن معشر المسلمين نحب المسلمين المعتدلين طب انتم امام في مسجد كبير مسجد الخليل هنا في بروكسل ويمكن هذا الشيء اللي قد نقول من طبق على المسجد الأخرى اللي كاينه سواء بروكسل ولا خارج بروكسل أقل المسجد كصلوا في الجمعة سبعة مية آلف آلف ومئتين كذا إلى آخرين تبارك الله دبا كيجو عندكم مرشحين كيقول في المشي عند الإمام نشوفوه والإمام يعرف الناس ويقدر يهضر لي مع الناس ويعاوني أو الله يمكن كيطلبوا منكم أنكم يديروا خطبة في المسجد باش يقدموا نفسهم إلى آخرين كيفاش كتتعملوا مع هاد مرشحين أولا كل إمام له اجتهاده في كيفاش يتعامل لكن احنا بالنسبة لنا احنا كنحترم ما هو مستطر في القانون أن المفهوم رجل الدين مخصوش يورط رصف السياسة احنا بالنسبة لنا انا بالنسبة لإمام ما يمكن ننتمي لشي حزب معين ولا أن أيد حزب على حزب ولا مرشح على مرشح وخاصة علىنا هذا ما يمكنشي ويسمعوا الجامع القريب والبعيد لكن احنا الناس إذا استشرونا احنا غادي نصحوا الناس بحسب إيمان اقتنع حسب اقتنع عدينا كشخص ولا كإمام كشخص هناك تتنزعل على هذه الإيمان لا لأنه لأنه ليس شيء أمر ديني ما شو نقول له راه الدين كيف يفرض عليك تعمل كذا أنا كنعطيه مثلا تقديرات ديالي في المصلحة أنه اللي كنشوف أن المواصفات الفلانية قد تكون جزء كبير منها مثلا مطوفرة في فلان أو بعض المثلا بعض المعايير أن الحزب الفلاني فيه معايير قريبة شوية من المصلحة اللي يمكن تحققها لهذا المسلمين اللي هنا هذا مثال من الأمثلة كيمكن ولكن لا جاسي واحد يشوفهم في المسجد ويتقولوا له لا ما نستقبلكش لا كان استقبلك وكا فضيلة الشيخ بغي نقلس معك نفهمك نوضح لك المشروع عندي أنا عندي الحمد لله يعني مكتب يجيوا عندي المسجد مرحبا عندي مكتب ضرابيطة الأي ما اللي بغي يجي عندي مرحبا وكان سماع للجامع ما عندي ما كاتف الضرزة ما نسمع للجامع اللي بغى يجلس معايا مرحبا به ونسمع للجامع وذلك الوقت شوف أنا مسؤول أمام الله على النصيحة اللي غادي نعطيها أما بالنسبة لي استقبل الجامع استقبل الجامع والحمد لله بحكم التجربة وبحكم القدام اللي عندي هنا مدة وانا موجود هنا يعني كان عرف شوية شنو الواقع وكان عرف السحة وكان عرف التوجهات العامة ما كان عرفش الأعماق ديال الأحزاب ولكن التوجهات العامة ديال الأحزاب رأى معروفة وثم حتى الإخوة من المسلمين اللي كسليوا معانا واللي كسليوا مساجد أخرى يعني اللي كيترشحوا أيضا عندنا معلومات ولو نسبية مش معلومات دقيقة عامة وكذا ولو نسبية فاحنا بنسبة لنا على ضوء ذك شي اللي كنعرفوه واجب علينا نقولوا اللي كنعرفوه النصيحة في هذه الحدود لكن ما يمكنشي مثلا مثلا ما يمكنش نجي عن شي واحد ويستاشرني يقول لي أنا بغي الصوت على فان قوله ما تصوش على فلان مثلا هذا أبدا إنما لو سألني نعطيه مواصفات ذيك المواصفات هو يشوف ملها شكول اللي قريب من ذيك المواصفات اللي كنعطي يعني شنو المواصفات التلخيص ديال هذا المواصف درنا نتكلمنا لها في إطار هذا الحوار ولكن يليجي نلخصوها في ثلاثة ديال النقاط مثلا أولا النقطة الأولى الأساسية أنا نختاره اللي عنده كفاءة أكثر الكفاءة زائد يكون عنده الأمانة يكون أمين ما يكونش مراوغ ولا يعني فيه صاحب ولا منافق يعني يكون صاحب مروءة ويحترم رسول وإذا تكلم بشي حاجة يكون أمين فيها ما يقدر شي يقول ما يقدر شي ما يكذبش على الناس هذا قضية الأمانة أهم شي كذلك يكون فيه عنده قوة شخصية اللي هو القوي في شخصيته لأن الضعف في شخصيته كيكون دائما كيشوف غال أخر واشت رفد يدو حتى ويرفد أخر نزل يدو حتى وينزل يعني ما يكونش عنده رأي مستقل إذن عنده استقلالية في الرأي دياله في أخذ القرار وخذ تصويت كذلك يكون عنده أمانة كذلك يكون عنده شيء من الكفاءة أنه يقدر يتحاور يقدر يناقش تكلمنا هكا ما ننسوش بأنه ما كان مرشحات من قصور مغربية وعربية ومسلمة واللي بغينا هذه القضية ما عنده علاقة بين الذكر والأنثى كيمكن بعض مرات جبر المرأة قد تفوقوا ألف رجل ولكن كان لك يقول لك الرجل سهل عليه يدخل للجامعة ويتلقى الإمام ويقنع الناس ويتلقى مع المسلم وكل مرأة شوية ما عندهش هدك هدك اللاكسي لا احنا بنسبه المسجد مسجد الخليل مثلا ما يمكنش نسمحه المرشح يجي يتكلم مع الناس في الجامعة يجي يتلقى معايا إمام يتلقى مع المسؤولين ما كان مشكل ولكن باش يجي يتكلم مع الناس يعمل دعاية داخل المسجد هذا لا أنه يستعمل المسجد لأغراض سياسية لا هذا لا لديك سعاقصك تفتح للجامعة تفتح للجامعة وأنا بنسبتي لي استقبل الرجل والأمرأ مرحبا بالجامعة ونقول لك أنا جاو عندي رجال وجاو عندي ينزق وما عندي حتى مشكلة شي يعني لا ما يجي عندك نتا قل جاو عندك رجال جاو عندك نسام ومرشحين ومرشحات نعم وشنو كي يتطلبوا منك يعني فقط كي عرضوا كي عرضوا التصور دياله ولكن وش جايين يتطلبوا آآ وشنو زعماء يعني أنك ترضى عليهم وشو لا أو لكي يقول نشتريول هنا لا 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 غير ما يقول سفينا لعيف لا لا ما أسمع لا ما تخافش يزعمه حتى واحد ما يعطيك لا فرانك لا يزوج لا ما ينزل لا 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 ذيك جوا يخلين أنا لا ما ينزل لا ما ينزل لو لكن وشنو كيتسننهم من كي يتسننهم من كي يتسننهم هما بالنسبة للناس عندهم واحد ربما واحد النظرة أن مثلا أنا كي يتسن عندي الناس بزاف مجيد كبير والناس كيصلي ومعيا بزاف فهما كي يتسنوا يعرفوا برأسهم مش ربما إذا شي حسألني على ذيك الشخص ما نقوله ما نعرفوش مثلا قد يكون في الغالب ولم يقولوا لك بشكل مباشير لما واحد كي يجي وقول لك أدي أنا راني كذا ومطر الشحف كذا ومن الحزب الفلاني وهل حزب دي ناشنو كيعمل وهنا شنو كنعمل راه باللبيبو بالإشارة يفهموا إذا حتى يقول لك أدي خيل الله دعمني معناه معناه الذكرا كما كتعرف فمواله يعني القضية يعني لابد ذيك الإشارة معناه الله يهديك زعم إذا هذا المال باقي انت كتقول لهم عندكم صحاب الكماراني زماراني فقية ديال الجامعة ما كان فيهم شي ولا تعارفو مغل كي يجي بالبعيد عارف شنو باغين لا شو أنا اللي كي يجي عندي في الغالب عنده حسن الظن ويعني وما يجي بذيك النية يلا كان شي واحد مثلا في هاد المرشحين اللي يمكن قنعك ولا قلت هادا هادا في شوية الخير مقارنة مع الفرين هادا يمكن نقدر نصوت عليه واحد قضية ما تخافش ما تطرطني اسمع واحد قضية غد ينقل زيان رامي يمكن شي أخر مجرد يجلس معك الجنسة اللولى ويبين لك غير محاسين وصافي قنعك نسبتي لي لأنا ويقنعني زعماء ونسلم له 100% ولا 99% ان القضية ديالشخص اللي غادي يجي عندي خصلا بدي نكون على الاقل عرفت الخلفية ديالو والتاريخ ديالو شوية واش قدم شي حاجة واش أنجز شي حاجة اذا كنت عرفت عليه شي حاجة وأنجز وقدم شي أمور وكذا فان المحاسين اللي هذا لا يعني المحاسين اللي كان عرفها وش كان عرفو وجلس معايا أول مرة وسئلت عنه واش سقساني عليه قل له وديت لقيته وهل يظهر لي يعني ذي كل وقت هذك هذك هل يظهر لي يعني كانت كلام على الحالة اللي جاني فيها أما ما عندي شي إلمان بالتاريخ ديالو كان شي واحدين سويلت على التاريخ ديالهم متعلن من خرج قلت هذا يمكن سويلت شي وفلان قل لرجاء عندي واحد السيد واش كتعرف عليه شي حاجة أنا بان اللي جاب لي الله ولكن لا لا لكي يجود ما في الغالب اللي كان عرفوهم واللي موجودين في الساحة أنا قلت لك كي ما قلت لشي وحدين ذات مرة في شي قضية أخرى بغوي يدوخوني قلت لهم شوف أنا راني عايش فوق الأرض راني مش تحت الأرض أنا راني عايش حتى أنا راني ببلجيكا وراني ببروكسيل وراني وعارف شنو الأوضاع وعارف شوية التيارات اللي موجوده وعارف الشخصيات وعارف الناس وانت أنت لن أنت سلط الوصل بين الناس يعني مش الأتبع بين قوسين الموصلين والناس اللي كتلقى معهم في المسجد وخارج المسجد وبين هذ المرشحين مثلا تنتقيك توصلهم مثلا طموحات ولا المطالب دي المجموعة دي الجالية دي النح أنا تتقول هذي مناسبة بعدا نقول لكم ما هو شنو بغي الناس إذا جوا عندي مرشحين مرة أخرى طبعا خاصة المرشحين البلدية مرة السابقة جوا عندي واحد المجموعة من عدة التيارات وجدنا لهم مجموعة من المطالب اللي قدمنا احنا رابطة الأيمة وعطيناها للمرشحين أنهم يوصلوها الأحزاب دي لهم وبعض ديك المطالب عطيناها احتر رؤساء لبعض الأحزاب لبعض رؤساء الأحزاب ولكن بكل أمانة وحنا أغلب أغلب مش كل شي أغلب المرشحين كي يبانوا لما يقرب الوقت دي للترشح الوقت التي خابتوا تصويت من بعد يغبروا عليك خدر خمسين جاية من ما يغبروا عليك ما تعرف عليهم والو والبعض المهم باش ما نبالغ شي بعض مرة حتى ولو تتصل يمكن ما يجوبوك شي ولكن البعض البعض كي يبقى على الأقل بدك الصيفة ومرة مرة يمكن يتصلوا بك مرة مرة يمكن يسألك مرة مرة يمكن يشاوروك مرة مرة أنت كتعيب هاد الشي على الشي المرشحين طبعا أنا وكيتتصل بك ما يبغي حاجة تفقق الانتخابات طبعا واشترا ما شي كنت كإمام ولك رئيس ربط ما تلناس اللي كاسمعهم في الزلقاء ركي يقولون نفس الشي راه فيقول لك هاد الناس كي يجيو لانتخابات راه أنت لما مثلا يصوط عليك وحل عدد ديال الناس وعملوا الثيقة ديالك في قصلك تتقى الله فيهم وتعرف أنهم مدى مع طولك اليوم الثيقة وإذا مشيت حتقدرت بهم ره مرة أخرى ممكن تشمتهم قادي تشمتهم مرة ممكن تشمتهم دائما نسو لك واحد السؤال كي يجيو عندك الناس مثلا كان اللي يبغي يعرف أو اللي يبغي الناس يعرف بينما جا عندك قال لي ودينا جيت مخباع وكذا قادشي بناتنا لا لا إذا جاء مخباع لاش غد يجي عندي يعني إن المرشح في الأصل إنه بغي ضها الرأس واما إذا إذا غد يجي مخباع يقلش يمكن لحزب ديال ويعاتب عليه ويقول لاش مشيت عند صحاب الدين وغالبا هذا كذا كان خايف من الحزب ديال وراه قام يرقب ما يجي لي الجمال عند الفقه لأنه خايف إنه إذا بمجرد ما يعرفوا عليه إنه ومشى وراه شي حاجة راه اليوم شي حاجة ما راه القضية الواحد مخصوشي يظن رسو أنه يعمل والناس ما عرفو شي راه الأمور الآن بسهولة والتعرف والأمور كيف يجي الناس اللي يجو يفرق مرشحين المرشحين اللي يفرقوا وقدم لباب ديال الجامعة أنا ما رأيت أنا ما شفت لكيف من تبنسبة هذا الشارع عمومي ما يدخلوش داخل الباب الجامعة يعني الحدود دل باب الداخل هذاك له مكان له حرمة أما خارج الباب الشارع راه العموم راه الدولي كذا حكم فيه أخذ نختم هذه الحلقة وكنت شيقة فضيلة الشيخ نشكرك بعدها مسبقا خلي هذك العباء ديال الرجل الدين خرج هذك العباء الرجل الدين تشكاني يعني زوج تشكاني محمد الشخص المواطن مع من غادي نتايش من حزب لو باش ننصح الناس بناتنا أنا 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 غادي مع الوسطية لا في السياسة ولا في الدين ولا أستطيع أن أمشي مع المتطرفين بحال من الأحوال هلين ناركين أحزاب ديال الوسطية ممكن نارك مرة الختب لا الوسطية يعني في التوجه في السلوك مشي بالمصطلح السياسي اليمين واليسار والوسط لا مشي مصطلح سياسي الوسطية بمعنى ما يكونش فيه لا إفراط ولا تفريط مشي الناس اللي هما ضد الأجانب ولا ضد الدين ولا ضد كذا يعني إحنا لسنا من هذا هذا النار غب أنا دائما يعني الاعتدال هذا هو أنا نطلب من الناس أنهم يحاولوا يدعموا التوجهات اللي هي مش شاف الاعتدال وكتبغي الحرية للجميع وتسعدي مصلحات للجامعة فضيلة الشيخ محمد تشكاني رئيس رابطة الأئمة بلزيكا كانت شكرك مع تتنش رأس الخيط ولكن يمكن كل واحد يفهمها كما أبغى رأس الخيط خصولي براء خصولي كانت شكرك على هذا الحوار والشيخ الأسبوع المقبل إن شاء الله عودوا نشوفوا ونقيموا إذا كانت سأر أردد مرحبا من هذا الحلقة إلى ذلك الآن إخواني أخواتي أقول لكم عبر يعني في الدولة البلزيكية وعبر يعني ربوع العالم العالم العربي في أمريكا وفي كندا نتمنى أن تلقيكم فرصة أخرى وإلى ذلك الحين ولكن إذا كان ممكن من خلال هذا هذا التسجيل أنا أحث الجميع اللي عنده حق في التصويت أن يشارك في التصويت كان حث الجميع أنه يشارك وإذا كان سيلبي معناه أنه وراخ ذل تحقيق شيء من الخير الحكمة الأخيرة والحكمة الأخيرة هذه الحلقة كان حكم خرين في الحلقات المقبلة إن شاء الله إلى ذلك الحين مع السلامة اشتركوا في القناة